اشتركوا في القناة رمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وفي قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وقد كان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرة مطار الملك خالد الدولي برياض معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين